بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في فيديو هنتكلم عن بعض cnn architectures هنتكلم عن architecture مشهور او network مشهور اسمه ال Alex net وهنتكلم عن data set مشهور اسمه ال image net وهنتكلم عن بعض cnn architectures المشهورة وهنتكلم عن convolutions مع color channels هتكلم كده عن convolutions مع gray scale images دلوقتي هنتكلم عن convolutions مع colored images تمام اه في البداية ال Alex net ده architecture او network اه مشهورة تمام اه سنة الفين والتنصر كانت الاكوريسي بتاعتها تفوقت على الاكوريسي بتاعت التراديشنال كمبيوتر vision اه موديلز تمام اه يعني التراديشنال كمبيوتر vision موديلز هي الموديلز اللي ما بتستخدمش ال deep neural network او مستخدمش ال deep learning اه architecture تمام ففي الحالة دي اه في سنة الفين والتنصر الايكس نيت كانت الايرورد بتاعها خمس نصر ربعة من عشرة في المية على ال data set اللي اسمها image اه نيت تمام وتاني اه architecture اللي هو كان traditional architecture كانت الاكوريسي بتاعته تقريبا اه ستة وعشين بوينت اثنين من عشرة مش بس مش متذكر اذا كان ال second architecture ده كان اه traditional ولا اه deep neural networks تمام اه دلوتي بقولك ان الاكوريسي او المعدل ايرورد ممكن يوصل ليه ثلاثة اه في المية مع استخدام ال deep neural networks على ال image او كان الرقم ده خمس نصر اربعة من عشرة ايرورد في الفين والتنصر كان الرقم يعني مميز تمام اه من ده شكل بتاع ال Alex اه نيت تمام بعد ما ندخل ال input image تمام بيطلع منها اه ستة تسعين اه او ستة تسعين فيتشر مام بعد كده تطلع منهم مدين ستة وخمسين وهكذا تمام وكان ال architecture اه او ال Alex net اه كان فيها ميزة انها اه كان بيستخدم اه برا للجي بيوز كان استخدم اتنين جي بيوز اسم بتاعه ليه اه جزئين تمام جزء اللي هو اللي فوق الجزء اللي تحت تمام كان الجزئين اه بيدرب او بيشغل الاتنين اه كل واحدة على جي بيو مستقل تمام وبيحصل ما بين اه او ما بين اه اه سب بيحصل ما بينهم ايه تمام وكان شكله بالشكل ده ده بتاع الجزء من الاجزاء او من الجزءين دول تمام يتدخل اموت امش بتطلع اه ستة تسعين اه او ستة تسعين وهكذا تخش على المراحل بعدها واح الكونبوليوشن وهكذا الحد ما تطلع اه الاوبوت بتاعك من خلال الاوبوت اه تمام اه ده الست اللي اسمها امش نت دي ده ده ست اه مشهورة تمام اه طبعا ده شكل الستة وتسين كونبوليوشنال كيرنلز بتوع الامج اه بتوع الالكس نت وهنا طلع ستة تسعين فلازم استخدم ستة تسين كيرنل دي الكيرنل زلي كان ايه مستخدمها في الالكس اه نت طبعا اشك تطلع اللي اه شكلها بالشكل ده اه اه طبعا دي الاموت امش كان شكلها بالشكل ده متين واربع عشرين في متين واربع عشرين في تلاتة يعني تلاتة كيرنلز تمام ويه ده الشي بتاع كان حداشر في حداشر تمام الكيرنل واحد حداشر في حداشر تمام في تلاتة عشان هما كانت كانت صور اه امش فلازم تستخدم اه كيرنل اه لتلاتة اتشانل تمام اه بعد كده بتطلع من اه دول بتطلع منهم ايه ستة تسين تشانل او فتشور امامس تعمل دي تمام اه طبعا الDasاتيات الاسمها دي داتة سيت مشهورة تمام في حوالي اه مليون واثنين من عشر اه اه امجز تمام في حوالي الف كلاس ثمام بعد كده底 بتablacyشن على الدي ببrs بيبقى تو تمام اه لو كان اه اللابل تمام اللابل الصحيح للصورة موجود ضمن اعلى خمسة لعلى الدات الست دي. تمام? يعني مسلا عندك المشروم ده مسلا. المشروم ده لو هتطلعوا تاني واحدة في بتاع فهي اعتبر ان هنا صحيح. تمام? اه طبعا هنا اه كانت في على الالكس نت كانت متين اربعة وعشرين في متين اربعة وعشرين تمام? والتمام اه طبعا 200NS2524 دي جبها باستخدام على الامجز بتاع اه اه بتاع الامج نت كانت الالعاب بتاعت الصورة بتاع الامج نت كانت فتس تيت خمسين في بتتس تيت خمسين. بيعملها بعصوها بأى عشان نهولها لازل بالالكس 24 لعشان يدخلها على النتورك اه بتاعت الالكس نت تمام? طب هيا بقول لك اه still a good اه reasonable size. الصيز اللي هو ماتين اربع عشر في اتون اربع عشر طعم في تلاتة عشان يبقى اه ارش بي. تمام? ده هيخلي عندك اه حوالي مية وخمسين الف خمسمائة امان عشر فيتر. تمام? اللي هو كام بيكسل عندك هيدخله اه امبوت للاركتكشور بتاعك. طبعا يكون عدد الفيترز كتير كل ما يكون اه تمام? تمام؟ بعد الكمون سينان اركتكشور المشهورة زي الانسبشن مثلا زي ريزنيت طبع ريزنيت تضليها كذا اه صدار تمام? وبعد كده الفي جي جي وفي الجوجل نت وفي الالكس نت تمام? دي اركتكشور المشهورة. تمام? الاركتكشور دي بتتتتتتتتتتتفاوت في بتاعتها. بتتتتفاوت برضو في عدد الوبراشنز او عدد البراميترز. طبعا الوبراشنز بتحصل على النتور في مسلا في فوروورد باس مسلا تمام تمام بس الشرط في شوف عدد الوبراشنز اللي بتحصل جوة نتورا تمام? آآ طبعا عدد الوبراشنز زي بتنصب طردية مع عدد البراميترزzial البراميترز يعني عدد الويتس اللي اه محتاجnah منها آآ التجايف او مهتاجة في التعارف طبعا هنا الدايرة كبيرة دي معناها عدد البراميتر كبير زي مثلا VGG في نتوك سنة زي مثلا الالكس نت كان عدد البراميتر بتاعها اقل من ال VGG كان بس اكبر من نتوك سنة بس النتوك سنة كانت بيتطلع accuracy اعلى منها نستنتج من كده ان عدد البراميتر لما يزيد مش شرط هل تزود على حسب نتوك نفسه دلوقتي سنتكلم عن الـ القلورت اي مجز تمام هو الـ ها الـ احنا تكلم الى الـ مع الـ دلوقتي سنتكلم على الـ القلورت اي مجز تلاقي فيها كذا الـ 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 مثلا زي الـ ويالبي. نفس الكلام هتلاقي كرنل برضو ليه سري تشانلز ار و جي وبي الكرنل ليه تلاتة تشانلز ار و جي وبي تمام? طيب بس الاوبب بتاعك بقى شكله ايه? الاوبب بتاع موار حالة هبارة عن تمام? عدد بيساوه عدد كرنلز بغض النظر عن العدد في الكرنل تمام لو عندك خمسة كرنل بغض النظر عن عدد في الكرنل الواحد بيطلع معك خمسة بتاعك البحder طيب العنصر في الوما بداية هجيبه ازي? العنصر البحيد هو من حاصل انتضار الكرنل تمام طبعا بنات مع كرنل ده تمام. و بعد كده الكرنل ده مع الوماسة التانية واعا الكرنل دة في الريسيبت فيلد بتاعي تشانيل التالتا. باقي هتعمل للآوبوت بتاعك يديك الآوبوت في الفيتشر ماب. تمام? باقي هتخش على باقي المراحل بتاعت النتورك بتاعتك تمام? ده جزء الالكس نت والآآ اميج نت. دي اركيتكتر او نتورك تمام؟ والآآ اميج نت دي داتا سيت مشهورة. وآآ مع الكالرد اميجز تمام؟ شكرا لابطوا فيك.